رأيك بالسعي الحكومي الحالي لمحاربة الفساد الفساد قضية مفصلية تهدد بقاء وطن لأنه دمر كثير مؤسسات الدولة ووقف كافة أشكال التنمية اللي ينتظرها المواطن تقارير دولية تشير إلى أن الفساد طال أكثر من عشرين مؤسسة حكومية قضايا سمعنا عنها وشفناها أساعة سمعة الكويت منها التميالات اجتماعية وصندوق الجيش والصندوق الماليزي وضيافة الداخلية واليوروفايتر وغيرها من كثير من القضايا وهذه اللي انتشرت في كيف القضايا اللي لم يعلن عنها أمانة سبعمية وثمانة عشرين بلاق هذه قررتها قبل حوالي سوء يقولك أن سبعمية وثمانة عشرين بلاق تلقت هيئة مكافحة الفساد خلال عامين الماضيين وهذا رقم خطير جدا وهيئة مكافحة الفساد هل هيئة مكافحة الفساد تستطيع أن تنجح في محاربة عدد البلقات الهائل هذا الدليل أن مركز الكويت قاعد تراجع في مؤشرات مدركات الفساد العالمي الحل الصحيح إذا أردنا إيجاد حل فعلي وصحيح تفعيل دور الرقابة المفقود في مجلس الأمة والجهات الحكومية حيث أن تفعيل دور الرقابة سوف يقلل مستويات الفساد بشكل ما تصوره طبعا دور الرقابة متسمى وكذلك في جهات رقابية لا بد أن تكون جهات مستقلة أنا أفضل ديوان محاسبة أنه يطلع من مسألة متسلزرة لأنه سوف يحارب متسلزرة كذلك مكافحة الفساد لا بد أن تكون هذه الهيئة هيئة مستقلة لو تتبع مثلا ديوان العهد لأن ما يصير أن هذه الهيئات تكون حدر الحكومة وهي تحاسب الحكومة ويجب علينا في المرحلة القادمة كذلك أن نفتح هذه الملفات وتتم محاسبة الفاسدين وصراق المال العام لا يوجد أن هذا شخص قريب أو بعيد الموس على الجميع سواء المواطن أو الشيخ